السلام عليكم انا وصمال عدل وده الفيديو رقم تمانية من سلسلة فيديوهات اكسل تابس انتريكس كل الفيديوهات اللي فاتت كانت بتتكلم عن حيل وخدع في برنامج الاكسل عشان تسهل علي فكرة تدخل البيانات كل الفيديوهات هتلاقوها تحت الفيديو الحالي في ديسكريبشن فيه لينك بيوصلكو للسلسلة بالكامل فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن طريقة سريعة لتنسيق البيانات يعني احيانا بيكون عندي بيانات وانا محتاج ان اعملها اعملها فرمات او تنسيق بشكل سريع فانا باستخدم فيها احيانا الفرمات اس تيبل فلو كان عندي بيانات زي لنا شايفة هنا ممكن بشكل سريع احط المؤشر على اول خلية date بعدين shift control سهم يمين بعدين السهم التحت علشان يعمل تحديد لكل البيانات وبعدين منهم في الجروب اللي اسمه styles فيه فرمات اس تيبل هفتح او هضغط واختار اي واحدة من التنسيقات اللي موجودة هنا فيه هختار مثلا الفرمات ده وبين اضغط اوكي طبعا الاوبشن اللي انا عملته ده حول range البيانات من range عادي لx table وفيه فرق كبير بين الاتنين هنشرحهم في الفيديوات اللي جاية لكن هنلاحز انه لو ضغطت على البيانات مرة تانية هلاقي فيه table tools وده تابويب جديد ما كانش موجود قبل كده يعني طبيعة البيانات اختلفت المساحة اللي بحطوط فيها البيانات اتحولت لشيء اسمه excel table ولون اسم بالمناسبة اسمه table 1 لانه اول table يتم انشاءه داخل برنامج الexcel فيه مميزات كتيرة بيقدمها او بتقدمها الexcel tables هنتناقش عنها بعدين لكن موضوع النهاردة بس بتكلم عن فكرة الformatting انا خلصت هعمل right click وممكن احول مرة تانية table convert to range احوله مرة تانية لrange وبعدين yes دي بالنسبة لي طريقة سريعة بعمل بها فرمات للبيانات عندي علشان اوصل لنفس الفرمات بس بشكل مانيولي يعني اروح على فونت وابدأ اشوف الخيارات اللي موجودة فيه واطبقها على تنسيقات الخلايا هياخد مني وقت اطول بكتير اتمنى تكون الفكرة عجبتكم لو عجبت الفيديو لايك لو حبيت تشوف فيديواتي يعني هتلاقي links اسفل الفيديو وممكن تعمل كمان subscribe للقناة